السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم معكم ليمن ملكة ليمن من قناة حلويات واطباق ليمن اذا اتمنى اركم بصحة جيدة ان شاء الله هنا في الجزائر من بجاية حيكم ليمن وفي كل البلدان العربية والغربية اذا اليوم مش حدث لكم حدث لكم دي تخانج دي بعد سخي هكذا دي تكون يعني خفيفة وهشة واقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت بحول الله يعني متكونات من ثلاثة طبقات من الكيك وطبقات تاع الكريمة وطبقات تاعلي قناج دعنا يعني هايل هايل وخفيف لصهرتكم هكذا الصيفية الليلية والرمضانية ان شاء الله خفيف هش بالمشروبات تعكم نتمنى راكم بصحة هنا قبل ما نبدأ الوصفة فقط هنا نقطعت لكم تشوفوا القوام خفيف خفيف ريشة تبعوا فقط الخطوات يعني طريقة هيلة طريقة رائعة جدا فقط تبعوا الخطوات قبل ما نبدأ ابونيو من فضلكم لايك لاك اعجاب في الفيديو والاشتراك من فضلكم والدعم في القناة من فضلكم اذا نبدأ واشنا نحتاج للمقادير نحتاج جوج بيضات صغار ولا عند كبيرة ديري كبيرة على هنا نصف كأس منها السكر نصف كأس منها الزيت نصف كأس منها الحليب نحتاج ايضا لغاني ملعقة من الخل كوب من الدقيق لفاغين جوج تاع بيكين بودر جوج تاع الخمارات قرصة تاع الملح ملعقة كبيرة من الكاكاو المر البني وملعقة من الكاكاو البني العادي يعني الاسود والبني العادي الهنا نجيب لغي سيبيون تاعي نبدأ على بركة الله اذا نبدأ نكسر البيض تاعي اللي تكون على درجة حرارة المطبخ الهنا عندي جوج تاع البيض عندك واحدة كبيرة ديري واحدة كبيرة ولا كبيرة وانا عندي جوج صغر دريت جوج شغر اذا نكسر البيض تاعي ندير قرصة تاع الملح اذا الملح في كل المكافي كل الحلوية تاعنا لازم قرصة تاع الملح باش يعني نعطلنا هذك الطعم اذا مية وخمسين جرام من السكر العادي ما يعادي نسك اسمنا السكر اذا نهنا نبدأ امطر بالبطور البيض تاعنا حتى يعني هذك البيض يذبال مع البيض تاعنا هذك السكر يذبال مع البيض تاعنا و تحصله على هذ الخليد الابيض هنا نسمو الخليد التاعنا بملعقة من لاباني لابانيلا و لعندك لابانيلي كي ديري هذك لكي تسائلتاني تجي يعني لذيذات جدا اذا نطربوح خبيان هنا نضيف نصف كأس من الحليب ما يعادل مية وخمسين ملي لتر من الحليب و نضيف ايضا نصف كأس من الزيت ما يعادل تاني مية وخمسين ملي لتر من الزيت لهنا فقط لازم تكون المقادير في نفس بنفس يعني المكونات بنفس المقياس هنا نحركو جميع السوائل بالطراب اليدوي حتى يعني تخلجنا هذك الفقاعات ويقولول لي الخليط ابيض هنا نضير ملعقة صعيرة من الخلي وعلاج الخلي لهنا لكي كتا ندخليها يعني هشة وخفيفة ريشة اذا نخلطها تخلط خبيان هنا بعد ما خلطت الخليط التاعيب بالباطر وش نجيب 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 المواد الجفة نجيب كوب من الدقيق لفاغين لازم نصيرها لازم نجوزها في الصفاية لازم ندير جوج تاع بيكين باودر جوج خمارات ما يعادل عشرين جرام من البيكين باودر وعلاج لازم ندرناها فقط ببيضة نحتاجوها يعني باش يعني تطلع لنا شوية لكيك تعني يطلع لنا في الفرن اذا ندير مواد الجفة نديرهم في الزوج هنا لايمن تحييكم من الجزائر من بجاية تحديدا واتقلكم مساء الخير او صباح الخير اهنا عندي جوج ملعقة كبيرة من الكاكاو المروعة ملعقة كبيرة من الكاكاو العادي البني اهنا باش يعني انا درت خالي يعني درت المزيج باش يعني خرج ليه ذاك الخليط يعني هايل هايل شوفو يعني كن نزمجوا اه ملعقة من الخمير من الكاكاو المر والبني يعني الاسود وملعقة من البني يعني يجي لنا واحد الجمال تعليل كيك اللي قتشوفوه يعني هايل هايل اذا نخلطوه بالاسباتشو يتخيط خبيعة تتحصلو على حتى نخلطو المواد الجفة نجيب الخليط تاعي ونسك بجميع جميع المواد الجفة تاعي الفاغين والكاكاو والخميرة والبيكين بودر نسك بهم تاني ونديروا هاد العملية نروحو من تحت والفوق باش باش يعني يديرنا كامل الخليط باش يعني نتخلصو من هذيك اللي قرومو من هذيك الحبيبات الهنا روحو من الطول من العرض الهنا ما ديروش يعني بالخف ديرو فقط هاد العملية الدورانية حتى نتأكدو ان الافاغين تعناو الكاكاو يعني خلاص راح دبلنا كامل ونتخلصو ونتحصلو على هاذ الخليط شوفو كيفاش تحصل لعني هنا خدي راحتك سيدتي المحترمة باش يعني نتخلصو على هاذ الخليط الفورن تعي روش علتو 160 درجة نجيب البلاتو تعي الهنا البلاتو تعي تحبي يدري كبير تحبي يدي صغير كما انا قدرت فقط هذا صغير نجيب شوية تعزيت فقط اندهن البلاتو تعي اندهن كامل في الجوانب في الاطراف باش منسقناش الكاك تعناك ينديرو في الفورن والا الهنا قدتلكم الفورن شعلتو 160 درجة 160 دقري الهنا هاذ الخليط ما يعني ما يخدناش وقت 15 دقيقة الى 20 دقيقة با بلوس اذا نسكب الخليط تعي في البلاتو تخي تخي كامل والا نسكبو ولهنا لازم فقط نضربو هكدا نخبطو كما يقولو باش يعني ياخد مستوى واحد وممطن نخلصوا هذيك الفوقعات لذا نضربو في الفورن ونرجح لكم اوكي الهنا نروحو نضربو الكريمات المتكاونا من الكأس من بودرة الشانسية كأس ونصف من بودرة الشانسية نصف كأس من حليب يكون بارد تقدري تعوضي هذا نصف الكأس من حليب تقدري تعوضيه ماء ماء بارد نتفهمو ماء بارد الهنا نجيب ملعقة من الكاكاو الهنا انا دت الكاكاو المر درت هذيك الاسود باش يعني يجي لي الخليط يعني جميل جدا لوق شوفوا اللون كيفاش يجي روعة يجي هايل اذا الهنا خذي رحتك في في الطخلات في الباطق حتى نتحصل على هذ الخليط الجميل شوفوا كيفاش حصلت على هذ اللون جا بيان كريمة ونتحصل على كريمة ولا يعني والارواح مثل المحلات ووالا اذا نخليها على جهة ان شاء الله لكاك تاعي راه طاب بسم الله ما شاء الله عليه خذي عشرين دقيقة في الطياب فقط شعلوا من تحت ودروها في الفوق لانا جي بي ان كوردون باش تعرفي انه طبلك جي بي بسم الله ما شاء الله لانا لازم نخليها بكوتي برد تماما المرحلة الاخيرة نجي ندير القاناج متكون من الشوكولة والزبدة وحليب لانا فقط اختاروا النوعية الجيدة من الشوكولة نروح نجي بالعكاس خالق نذوب ندير للشوكولة تاعي ما يعادي لك 150 درام من الشوكولة اذا بعد ما لقنا نجعو القاناج الهنا بعد ما برد تماما الوكيك ندير الكريم شانسي فوق كامل خذ راحتك سجمي دير خدمة متاح فا الهنا وعليش قلت لكم الوكيك لازم يكون بارد لو كان ندير الكريم شانسي وهو الكيك سخون راح تيبالك كامل هذيك الكريمة كامل درناها و الكيك تعقم راح تخسر لكم إذن نجيب لك قبات ولا جيبي لك قبات ولا جيبي حاجة باش نتساوى كامل باش نديروها في مستوى واحد كامل روخ خوذي راحتك فقط شوفو كيف شنسجموها باش تروح على مستوى واحد ما تنسانوش في الاشتراك من فضلكم والدعم والاشتراك وجام والمشاهدة من فضلكم والدعم شكرا لكم إذن الهنا الهنا درتها ساعة درتها ساعة في الكونجيلاتور الهنا هذيك الكريمة الهنا بعد ما درت الشوكولات بعد ما ذوبت الشوكولات مع ملعقة صغيرة من الزبدة ودرت نصف كأس من الحليب نتحصله على هذا القناش شوفوا هذا القناش جهايل لانا بعد ما درت الكريمة لكريمة شانتي يعني درت البلاتو تاعي الساعة في الكونجيلاتور لازم نديروه الساعة ولا دو زغف الكونجيلاتور ساعتين باش يعني لازم يكون جامد شوفوا كيفاش نمشي والقناش متكونا 150 جرام من الشوكولات بالحليب وملعقة من الزبدة صغيرة والحليب نصف كأس من الحليب حتى تخسلوها لهذا القناش الهايل اذا هنا ما دشوهاش فقط نحركوها فقط باليدين نسوها فقط نروحو نطلعو بها هنا حتى نديرو كامل البلاتو تاعنا باش يجي يعني السطح املس رائع جدا فوالا اذا انا نسجمها نكوبي باش يعني ما نتغلش عليكم شوفوا كيفاش باش يعني تتمسكلينا الكيكة خفيفة ما تخفوهاش اذا هذي الكيكة هذا اللي تخش تباتيز خين تمنى تعجبكم الى اللقاء في فرصة اخرى ان شاء الله